ويأتي استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار مصر والاتحاد الأوروبي على قمة أولويات الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته فضلاً عن دعم أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين ويهدف المؤتمر كذلك إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمهمة إلى مصر لسيامة في القطعات ذات الأولوية بهدف التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الوطني يأتي استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار مصر والاتحاد الأوروبي على قمة أولويات الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته فضلاً عن دعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي المؤتمر الذي يشهده العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار يهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمهمة إلى مصر لا سيما في القطاعات الذات الأولوية على رأسها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والقهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم وشبكات المياه والصرف الصحي إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة إنعقاد المؤتمر في مصر يعد بحسب الخبراء رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادية التي نفذتها القاهرة خلال السنوات العشر الماضية بفضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التي تم إنجازها خلال تلك الفترة وبحسب خبراء الاقتصاد فالمؤتمر يعد وثيقة إثبات لنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخراً والتي استطاعت تحقيق الاستقرار في اقتصادها الوطنية وبالأخص تحرير سعر الصرف والقضاء على سعر السوق الموازي وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة على تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصرية ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية اشتركوا في القناة